يحقق الجهاز الهدمي تحويل ما نبتلعه من التغذية إلى طاقة ومواد منعشة يمتصها الجسم ويبتدئ هدم التغذية في الفام حيث تتم عملية المضغي ومجز الأطعمة باللعاب الذي هو عبارة عن مادة سائلة تحتوي على عدد كبير من الأنزمة يستهل اللعاب التحويل الكيموي للأطعمة وتقسيمها إلى كويرات صغيرة جاهزة للبلع وبواسطة عملية مغس على شكل أمواج بريستالتية ترحل تلك الكويرات من الفام عبر المرين الذي هو عبارة عن مهم التغذية لتنزل تلك الأطعمة بالداخل المعد وهنا تتم عملية العصر بواسطة عضلات المعدة وفي نفس الوقت تفرز خلايا المعدة سائلا يحتوي على حامد الكبريت وعدة أنزيمات تحول التغذية إلى المعدة سائل يدفعه المخص الباعد إلى الأمعاء الدقيقة التي هي عبارة عن أنبوب طويل تغشي جداره أهداب ترجمة نانسي قنقر